التجيل في العمل التطوعي بألمانيا لسنة 2023 الفيديو المنتظر لراغبين أو الباحثين عن فرصة للهجرة إلى ألمانيا بدون أي شروط معقدة العمل التطوعي بألمانيا لسنة 2023 يشمل مرتب شهري وإقامة ووجبات مجانية وخطابة للمساعدة للحصول على تشير الدولة ألمانيا الدول المتاح لهم التقديم معظم دول العربية متاح لهم التقديم لهذا العرض إذن يمكنك تقديم لهذا العرض أينما كنت أخي أختي الكريمة في أي دولة تقيم عربية يمكنك التقديم لهذا التطوع مدة التطوع ستكون عشرة أشهر يبدأ من شهر أبريل 2023 يشمل هذا العمل التطوعي تذاكر صفر مرتب شهري إقامة مجانية وجبات مجانية دورات لغة ألمانيا مجانية ستتعلم اللغة الألمانية المساعدة في توفير الفيزا لدولة ألمانيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام حياكم الله أينما كنتم وأتمنى لكم جمعة مباركة طيبة للجميع إن شاء الله إذن إخوان أخوات مرحبا بكم في هذا الإعلان الجديد فرصة للتطوع والهجرة إلى ألمانيا بدون أي شروط معقدة يمكنك التقديم من أي دولة ذكور وإينات إذن سنرى طريقة التقديم ونرى تفاصيل لهذا العرض قبل بداية الفيديو ودخول في صلب الموضوع أدعوكم الآن للضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد إذن بالنسبة لمكان التطوع ألمانيا المؤسسة أو الجهة المانحة هي مؤسسة التطوع ألمانيا هنا لدينا تفاصيل أو شرح هذا التطوع على إفراء العرض التعليمي حيث يلبي المفهوم التعليمي مستطلبات المنهج الدراسية في المدارس الحكومية ينصب التركيز الرئيسي لجهود التعليمي على الطفل الفردي بنقاط قوته ومهارته يتعلم ترميد في مجموعة من الأعمار المختلطة ويختبر الأطفال الديمقراطية التي توفر الحرية والحدود الفردية والمجتمع يتمثل دور المعلمين في تقديم المدخلات ونصائح لدعم الأطفال في طريقتهم الخاصة في التعلم يتم تعليم الأطفال العمل بشكل مستقل ويستحملوا المسؤولية الذاتية فالمعلمون ليسوا سلطة تعرف أن كل شيء تعرف كل شيء ولكنهم شخص يرافق الأطفال في عملية تعلم الخاصة به الأنشطة التطوعية وهي المساعدة في الحصول أو خلال الفصول الدراسية ودعم تلاميذ في الرحلات وبدء المشاريع الشخصية إذن إخواني يمكنكم قراءة هذه التفاصيل لدينا هنا الدول المتاحة لتقديم جميع الدول العربية يمكنهم تقديم لهذا التطوع التدريب أثناء التطوع في البداية ستكون هناك دورات تدريبية للترحيب بالمتطوع إذن ستحصل على التدريب قبل بداية هذا التطوع ولتوضيح الحقوق والمسؤولية هناك دعم احترافي مستمر للمتطوعين مثل محادثات تفكير المنتظمة سيقود شخص محايد من خارج المجموعة الأساسية هذه المحادثات لتعلم لغة الدولية المضيفة يوجد تدريب أسبوع على اللغة في مركز التعليم الكبار المحلي سيشارك المتطوع في دورات تدريبية للوكالة الوطنية في ألمانيا ويحضر ندوة عند الوصول وتدريب منتصف المدة بالنسبة للمرحلة الدراسية المطلوبة يمكنك التقديم بفانوية أو إذا كانت لديك باكالوريوس، ماجستر أو دكتورة يمكنك التقديم بهذه المستويات متاهة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخارجين وديبلومات أيضا بالنسبة للتقديم لن تحتاج لشاهدة لغة عند التقديم ولا يوجد أي رسوم للدفع عند تقديم الطلب بالنسبة لتمويل أعزاء الكرام يشمل العمل التطوعي الألماني ما يلي تذاكر السفر مرتب شهري إقامة مجانية وجبات مجانية دورات لغة ألمانية مجانية المساعدة في توفير الفيزا للهجرة إلى ألمانيا بالنسبة لمعايير القبول لاحظوا معي هنا إخوانا أخوات يجب أن يتم متطوعون بالعمل التربوي وخاصة في مفهوم تدريس البديل نتوقع برسولنا منفتح الذهن مع اهتمام بمدرستنا الديمقراطية والبديلة وكذلك الانفتاح على العيش في تقاريفها في مدرستنا ندعم أطفال للتعلم بشكل مستقل ومسؤول عن أنفسهم نفس الشيء نتوقعه من الموظفين ومن المستطوعين يجب أن يكون المستطوعين قادرين على العمل في فريق وأن يكونوا مهتمين بطرح الأفكار والمشاريع الخاصة بنسبة لآخر موعد للتقديم هو 5 مارس 2023 إلا إخوانا بالنسبة لطريقة التقديم لدينا هذه الاستمارة التي سأتركها لكم في أول تعليق ستذهبون على الرابط ويحولكم للتقديم لهذا التطوع تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بكل من البريد الإلكتروني الاسم واللقب والجنس تاريخ الميلاد مكان الولادة عنوان الثكن وبعد المعلومات سأقوم بمال المعلومات ونرجع إذن إخوانا أخوات كما تلاحظون قمت بملأ جميع المعلومات هنا تقوم بإدخال البريد الإلكتروني وتقوم بإدخال الاسم الكامل وهنا تحدد هل أنت فكر أو أنت هنا تحدد تاريخ الإزدياد أو تاريخ الميلاد اليوم والشهر والسنة هنا تقوم بكتابة مكان الولادة هنا تكتب المدينة عنوان السكن نسيت كتابة عنوان السكن جيد جدا نقوم بكتابة عنوان السكن وهنا نحدد جنسية هل أنت مغربي مصري عراقي تونسي أو جزائري هل تحتاج فيزا لحضور هذا المشروع إذن هنا تحدد نعم تحتاج إلى فيزا اللغات المنطوقة هنا تقوم بكتابة اللغات التي توجدها في هذا المكان يعني كتبت كألسة بمثال عربية فرنسية إنجليزية أو لغات أخرى هل تعرف الألمانيا بالفعل إذن هنا تحدد إذا لم تكن تعرف الألمانيا وتود التعلم للغة تحدد الخيار الأول إذا كانت لديك أساسيات في اللغة تحدد الخيار يعني إذا كنت توجد اللغة تحدد المستوى هل لديك أي شهادة يمكن أن تكون ذات سيلة بهذا المنصب إذن هنا تجيب نعم أم لا هل سبق لك تجربة التواصل مع الأطفال الصغار هنا تحدد نعم كجزء من وظيفته نعم كجزء من خدمة تطوعية سابقة نعم مع بعض أفراد الأسراء لا أريد اكتساب خبرة في هذا المشروع إذن هنا تحدد الخيار المناسب لك هل لديك أي عمل محدد أو خبرة تطوعية يمكن أن تكون ذات سيلة بهذا المنصب إذن تجيب نعم أم لا يرجى توضيح ما الذي يحفزك على التطوع لشغل هذا المنصب إذن هنا تقوم بكتابة بعد التفاصيل تقوم بكتابة الإجابة هنا سأترك لكم بعض النمالج في صندوق روس ما هي المنظمة إرسال الخاصة بك جيد بعد فالك تقوم بتحديد لاحظوا معي هذا المكان إخوان أخوات هذه الفقرة إذا كانت لديك وطائق أو ملفات سيرة ذاتية أو شهادة خبرة أو شيء من الرقاب لا تخطط لإرسال مواد تكملية للطبيق إلينا إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إرسالها إلى البريد الإلكتروني الموضح كانت لديك وطائق خبرة مهنية شهادة تعليم أو كانت لديك جريبة في المجال لديك شهادات فيمكنك تقديمها مباشرة عبر البريد الإلكتروني الموضح وستقوم بتحديد نعم إذا لم تكن لديك وطائق تكميلية أو مساندة تكميلية ستختار لا بعد ذلك نقوم بتفعيل هذه الخاصية أرسل لنسخة من ردود ستتوصل بنسخة من هذا النموذج عبر البريد الإلكتروني الخاص بك وتقوم بالضغط على تقديم الطالب إذن بعد ذلك بعد تقديم الطالب ستظهر لك رسالة رسالة تأكيد شكرا لك تم إرسال الطلب بنجاح أنا لا أستطيع الإرسال الطلب لأنني لسه مسجل في المتصفح بحساب جوجل فلذلك لا أستطيع أن أقدم الطلبين كما تلاحظون إخوانا إخوات يجب عليه أن أقوم بالدخول إلى حساب الجيميل لكي يستطيع تقديم الطالب فعند انتهاء من ملء المعلومات سقومون مباشرة بالضغط على تقديم الطالب وسيتم إرساله مباشرة للمنظمة إذن إخوانا أخوات الكرام أتمنى أن يكون الفيديو واضح ستجدون الرابط رابط التسجيل أو رابط الاستمارة في أول تعليق يمكنكم الدخول إليه من خلال أول تعليق وقوموا الآن بملء استمارة وقدموا طلباتكم وأتمنى لكم توفيق إن شاء الله وأتمنى لكم يوم سعيد جمعة مباركة عليكم جميعا المرجو الضغط على زر الاشتراك لمن لم يشارك بعد وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل جديد ومشاركة الفيديوهات اللي كي يتعمى الفائدة ولا تنسوا أيضا الاشتراك معنا في قناة خدمات الهجرة اتبعي على قناة أبو راين لتوظيفه الهجرة ونلتقي إن شاء الله في عرض جديد حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا